بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اخوانيك. هنتكلم النهاردة عن المين والماكس في الباليديشن. احنا هنا حطينا في الباسورد مسلا المين يكون اقل مسلا حاجة ستة حروف ولا يزيد عن ستاشر حرف مسلا. اه برضو الموبايل ممكن نزود عليه. نقول مسلا من اقل حاجة اربعتاشر رقم. اذا هاجي هنا اه مبدئيا محتاج اعمل خفيفة كده تخلينا اتحقق من الحالة بتاعة اللي جاية. هسميها مسلا هعمل كونست هسميه مسلا من وي من ماكس. اوكي. هيكون فانكشن. هنحط لها الطريقة براميتر. براميتر الاول هيكون في الباليديشن بتاعي. فهاجي هنا اقول فاليديشن. اوكي? هيكون اني. تمام? خلييني. والفاليو اللي هتحقق منها. اللي جاية لي. عشان هيقيس طول النص بتاعي. هقول برضو اني. وهاجيب النيم عشان استعمله في الباليديشن برضو هيكون اني. طيب اول حاجة هعمل لت. هيكون من. هيكون نوع نمبر. بعد كده هاجيب الفاليديشن. دوت. ماتش. هماتش معها بقى ايه? هاجي جواه هقول ان انا عندي الفاليو. هل لو في فاليو هنا من نوع من بالشكل ده. وان الفاليو دي نوت يساوي نال. اعمل لي. لالفاليديشن. خلييني اخليها نمبر. هقول نمبر. كلاس. بالجابا سكريبت عادة جدا. فاليديشن. دوت سبلت. هقطع الجملة. من نقطتين. اللي بعد المن على طول. وهاجيب تاني فاليو اللي هي الرقم على طول. ان القيمة صر. نفس الكلام هنفزه على الماكس. بعد كده هحضر الفاليو بتاعتي. هعمل لت. نوع نمبر. هقول مثلا. ماي فاليو. او خلينا اقول ايه? هتكون برضو النمبر. عشان يتحقق. بعد كده هاجيبي الفاليو. دوت. تو سترين. و اجيب الليو. فعشان القيمة لو جايين لي مثلا رقمية على طول اتحقق. احولها للنص. وبعد كده هعمل لها لي. اتحقق. بعد كده هعمل افستاتمنت. هقول. اف ان المن اكبر من صفر. ان الماكس اكبر من صفر. ان ان المايفال اكبر من المن. ان المايفال اكبر من الماكس. هبدأ احط هنا. واخليها اوبجيكت. ويكون جواها الحالة. اخليها عشان ابدأ اطبع المسج. المسج هخليها كالقاتي. هستخدم بقى النام اللي جايلي فوق. هاج هنا. هقول له ازا النام. مست بي. ده اول شرط. لو اتحقق هيريترن عليه. طيب. تاني شرط. هيكون مفصول لوحده. اف. ان المن اكبر من صفر. ان المايفال اكبر من المن. ان الماكس يساوي يساوي صفر. هعمل رسالة تانية. هتكون برضو نوعها object status. هتكون true. وهديها البردو المسج. وهقول جواها. بالشكل التالي. ان ازا. name. مست بي. مست بي. مست بي. اتليست. اتليست المن. بالشكل. طيب. اف. الشرط التالت بقى. ان الماكس. ركزنا على الحتة دي. اكبر من صفر. ان المايفال. اللي هي جاي من فوق. الفاليو بتاعتي. اكبر من الماكس. ان المن يساوي يساوي صفر. دي في حالة. ان انا بقول له ماكس فقط. وبلاش من. فبيتحقق لي فقط من حالة الماكس. هنا هقول له. return. وهقول له status status. دعيها true. عشان اجيب المسج. زي ما احنا متعودين. هقول له ازا. name. may not be. طيب. في حالة بقى ان ما فيش شرط مدول اتحقق. هقول له return في الاخر. يعمل status false. تمام. كده احنا جاهزنا الشرط بتاعنا. هستخدم ال constant ده. تحت. بكل بساطة هنا. وهلوب على ال spread data. فهعمل. let split. خليها split. of split data. عشان ابدأ. اعين. خلينا اقول. let check. main and max. ماكس. وحط عليها بقى المسج التي بتاعتي. يعني ال constant اللي جاي عشان ابدأ امرر له انقيم. اللي جاي. هيكون عندي اول حاجة. split. اللي هي. ال validation. ثاني حاجة. value اللي انا هتحقق عليها. فهخليها. اقول له key. ثالث حاجة. الكي. اللي هو name. اللي انا هابعته. وهقول له. if statement. ان ال check. main and max status. يساوي يساوي true. and ان ال value موجودة. هابدأ اعمل له push. على ال that. هاخد دي كده مسريعا. وهابدأ اخد ال value اللي راجعة من ال check. main and max. وابدأ اقول له هنا ايه? message. بالطريقة دي احنا كده عملنا main and max. خلينا اجي هنا اقول check main and max value. كي? يعني validation بسيطة جدا. خلتنا نقدر نتحكم في طول النص. وما يطلعش عن او يقل عن. فهروح اشغل السيرفر. ونبدأ نروح على postman. احنا هنا محددين ان ال password من 6 ل 16 حرف. والموبايل لازم يكون اقل حاجة 14 حرف. فبالتالي هاجي هنا طبعا انا مجهز value هنا ال password فيها قيمة واحدة. هعمل send. لاحظ قال لي ان ال user name. حتى هو بدأ اعمل تشيك على ال user name. قال لي ان هو لازم يكون مش اقل من عشر حروف. فقلت له اوكي. احط له اي حاجة تاني. المفروض بقى ان هو هتشيك على ال password هنا حاجة عشر حروف. اقول user name sorry انا من عشرة. اوكي. طيب نرجع تاني. طيب نتحقق من الباليو اللي جاية دي. نشوفه الطول بتاعها قد ايه? هل اللينس شغاله ولا في مشكلة عندي? طيب انا هقفل السيربر وشغاله مرة تانية. عشان نطبع الاعداد هنا في الكونسول. طيب نعمل send. نبص على الكونسول لاحز اتنين وعشرين. اتنين وعشرين لاحز. اه ده اليوزر نيم. سوري. اليوزر نيم اتنين وعشرين. في ارقام كتيرة طيب. اذا احنا كلامنا صح. فاليوزر نيم لازم يكون مسلا هنقول كده اهل حاجة. اه عشر حروف خلينا نقول مثلا ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة واحدة تسع عشر. مثلا كده. طيب نعمل send. بعد الباسورد لكن اه بعد ديوزر نيم بس اتجاهل الباسورد. في مشكلة عندي في بتاعتي. طيب نتاكد من الارقام دي ان هي جاية مزبوطة. اه خليني اطبع المن والماكس. خيالي هنا مسلا اقول ايه? اه من. وهنا اقول ماكس. ماشي? وخلينا هنا اجي برضه احط المين. الشكل ده. طيب نبصل السيرفر ونشغله عشان نشوف اللي احنا عاملينه فيه اه اي مشكلة ولا لأ. اوكي? طيب هنعمل send. ده تدخلت. لاحظ اللي ازال نيم اه كرار هولي عشان احنا بنعمل لوب جوال لوب الاساسية لكن هو هنا اه على طول لقي ان فيه عنده من عشرة والماكس السفر والباسورد هنا اهو والباسورد مرة تانية هنا. منتاز. الموبايل برضو لقى ان المين اربعتاشر لكن ما فيش ماكس. ازان القيم جاية مزبوطة معي مفيش اي مشكلة القيم مقتطعة بشكل مزبوط يعني هنا الباسورد ستة الى ستاشر. والموبايل اربعتاشر واليوزر نيم عشرة. ازان اصبحت القيم اه جاية مزبوط مفيش فيها اي مشكلة. هنا المشكلة هنا عندي في بتاعتي. عايزين نرجع عليها. اه تمام هنا في اكتشفت ان هنا المفوت دي تكون اصغر من المين. متكونش اكبر منها. لان انا بقول له هنا ان المين اكبر من صفر والفاليو بتاعتها اصغر من المين. لكن هنا الماكس اكبر من صفر وتكون الفاليو اكبر من الماكس. كده مزبوطة. نجرب مرة تانية. نقفل بقى الكلام ده كله ونشغل السيرفر بتاعنا. اوكي نشوف البوست مان نعمل سند. تمام? قال لي ان اليوزر نيم اقل من عشرة. فهقول له مسلا اه هنحط مسلا كم حرفة تاني. تمام? الباسورد لاحظ بسا هو هنا هو. لاحظ الباسورد اقل من ست حروف. فهقول له مسلا ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. عايز اتاكد من الماكس. اه متاعي. فسبعة تمانية تسع عشرة. اتناشر اتناشر تلتاشر 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 خمستاشر ستاشر لحد سبعتاشر. هيقول له ان هو هولاحز الباسورد اكتر من ستاشر حرف. اوكي. طيب. فبالتالي انا اه هخليه اربعتاشر حرف. تمام? اهو. الموبايل. لاحظ قال لي اه ان هو قال لحاجة اربعتاشر. فمن صفر مسلا. تسعة او واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تلاتة تسعة. واحد اتنين تلاتة. اربعة. تمام? خمسة. سبعة. عملت سند. الداتا دخلت. والمين والماكس اشتغلوا معايا. اصبحت الامور مزبوطة. تعالى نشوف اه لو هنا الموبايل واحد قيمة واحدة. هيقول لي ان هو اه على الاقل لازم يكون اربعتاشر حرف. وقالي الباسورد. حطيت مسلا قيمة واحدة. لاحظ. قال لي ان الباسورد الموبايل طلع لي البلاديشن بشكل منصة. لو حطيت حرف واحد في الوزر نيم. هيطلع لي برضو نفس الفكرة. في عمليات المانوال ماكس. تمام? طبعا اه اصبحت الامور واضحة. مفيش فيها اي مشكلة. دي كانت البلاديشن. طبعا الحالة بتتحقق. اهو لو جينا هنا شلنا من الوزر نيم. هيقول لي ان الوزر نيم ركوير. فمش هتحقق من اللينس لان هو اصلا مافيش فلما هبدأ اتحقق. اوكي لاحظ. هيقول لي ان هو بالطريقة دي. طب لو شلنا الوزر نيم خالص. ودي معناها ان احنا محتاجين نتشك ان الوزر نيم موجودة فيها. طبعا? ان الوزر نيم موجودة فيها اللي هو الكي ده. فدي برضا هنحلها في الدرس القادم. شكرا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.